هو احنا ليه بنقول الاسيوتي غلب اليهودي تعالوا احكي لكم الحكاية كان فيه تاجر يهودي راح اسيوتي وحب يستقر فيها فحب يعرف هو حيقدر يضحك على الاسيطة ولا لا فنادى على ولد صغير ودى له نكلة وقال له تجيب لي حاجة أكلها وحاجة أكلها الحمار وحاجة تسلى بها في الطريق واخد بقشيش عشانك الوات بصله كده وهو مستغرب قال كل ده بنكلة راح الولد غاب شوية وارجع له ببطيخة وقال له بص يا عم قادي جبتلك البطيخة دي بمليم بصله اليهودي وقال له طب دي أكلي أنا فين أكل الحمار قال له كل البطيخ ودى القشر للحمار قال له طيب وحتسلى بايه في الطريق قال له تسلى ببزر البطيخ اليهودي ما بقاش مصدق نفسه وقال لو كان الولد الصغير عمل فيا أنا كده أمال الكبار حيعملوا فيا ايه لا ده أنا ماليش أعيش في البلد دي